بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن إلا أنها تحرص على استثمار ثرواتها وتطويرها وخاصة الزراعية منها وهذا ما يمثله مهرجان خيرات اليمن الأول الذي انطلق بمشاركة العديد من الجمعيات الزراعية وشركات التصدير والاستيراد على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد اليمني إلا أنه لا زال يمتلك ثروة زراعية وفيرة تتمثل في منتجات مميزة وفواكه اشتهرت بجودتها العالية ومذاقها الفريد العاصمة صنع تحتضن مهرجان خيرات اليمن الأول الذي يعمل على التعريف بالمنتج الوطني وتوسيع أدوات التصدير المهرجان هو عبارة عن تسويق للمنتجات الزراعية والسمكية مختلف أنحاء الجمهورية وهو عبارة عن تسهيلات للمزارع وحلقة وصل يربط المزارع بالمواطنين والتجار والمسؤولين وغيرها حتى يتم ترويج هذه المشاريع وكذلك زيارات عدة مشاريع وتجار حتى تقام عدة مشاريع صناعة التحويلية لهذه المنتجات ظروف مناخية فريدة وتربة خصبة بالإضافة إلى طرق الزراعة التقليدية عوامل حافظت على نقاء المحصول اليمني بل وجعلت فاكهة الرمان هي الأعلى جودة في الوطن العربي إلا أن ما يمر به اليمن وضعه في المرتبة الخامسة عربيا في التصدير يواقه المسطر اليمني في هذه الأيام حوائق كبيرة بسبب الحصار وبسبب الحرب وبسبب العدوان حيث كنا في السابق وجدنا في محافظة صعدة منفذ علب هناك ربع ساعة إلى نص ساعة تقريبا بين المزارع والدولة المجاورة أو منفذ الخروج أما الآن يتطلبنا من أسبوع إلى 15 يوم حتى الوصول إلى الأراضي السعودية هذه الدرجة الأولى التب بالتب وهذا جبنا لكم يرتفع الطلب على فاكهة الرمان اليمنية في دول المنطقة عاما بعد آخر إلا أن اللافت هو تواجد هذه الفاكهة في البلدان غير المجاورة لليمن منها العراق والأردن مع نعدام وسائل التصدير إليها بشكل مباشر نحن كشركة التصدير نقوم بتصدير الفاكهة اليمنية مثل الرمان والفاكهة الفواكه إلى الدول المجاورة مثل الدول الخليج ومن ثم بسبب طلب هذه الفواكهة الجيدة وحسن المذاكذة فيها والمنتج الجيد يتم إعطاء وكلاء للمصدرين في الدول الخليجية وهم بدورهم يقوموا بتصدير إلى العراق مثلاً وإلى غيرها من الدول يرى الزوار هنا أن المهرجان ليس مجرد حدث اقتصادي بل هو شهادة حية على أن المنتج اليمني قادر على المنافسة والصمود وبأن الفاكهة اليمنية تستحق أن تحظى بمكانتها في الأسواق العالمية من صرعاء أيمان محمد الرابعة